الخبر اللي هو اللي عدنا عن مريان غريب ووصول حسابها بالإنستجرام للخمسمائة ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك وأخبال مليون يا رب وطبعا يا حبايب لا تنسوا نتبار كلها بالكومنتات على هذا الرقم الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد مار وقمر مار فمحمد نزعل حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه اليوم الساعة بالأربعة رح ينزل مقبع على قناة الجلادين ومن صورة المقطع واضحة أنه المفاجأة حتكون القمر مار يمكن يحتفلون بها بمناسبة توصول قناتها المليون المشترك أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو أحمد أبو الروب فأحمد نزعل حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي حمس بي المتابعين لأول مقطع رح يكون ويا أخوي عمر وواضحة أنه المقطع رح يكون ردة فعل مثل ما شايفين بالصورة مصغرة أو يمكن انتقاد الموم رح تكون هذا الستوري شوفوا يعني في بكرة بس فيديو حلو وحيكون مع أخوي عمر فيديو غبار الخبر الثالث اللي عدنا عن كشف حقيقة شهد السمد والمشكلة اللي ويا نور ستار ويا نور مار طبعا ما يرشوا للموضوع فشهدوا سمد خافين اسم نور ستار واسم نور مار من التعليقات اللي عدهم فحطين اسمهم اثنائتهم بكلمات المحظورة طبعا توقع أغلبكم هم يعرفوا أنه حطين أنس وأصالة بهذه الخانة اللي قلت لكم ياها قبل طبعا بالنسبة للدليل فلو تدخلوا على آخر مقطع نزلو وتنزلوا على التعليقات تكتبون نور مار بعدين تكتبون نور ستار وأيضا نجرب على أيضا أنس وأصالة بعدما تكتبون اسمهم ثلاثة هم تروحون على الأحدث أولا عامو تحفظون التعليق وتحفظون التعليق لأشخاص المعلقين ويايا بعدها نغير الحساب عامو نشوف هل التعليق لا يظهر للناس أو لا بعدما غيرنا للحساب لحننزع على التعليق وروح على كلمة الأحدث أولا وراح نشوف أنه تعليق مظهر ثلاثة هم وتعليق الثاني طالعين الصراحة مادر ايش يش يمسوين طبعا بالنسبة للأنس وأصالة فنعرف أنه دائما الجمهور أنس وأصالة يتهجمون عليهم فهم خافين اسمهم ولكن بالنسبة للنور مار ونور ستار ما أعرف الصراحة السبب واضح هكو مشكلة صيرة بيناتهم يمكن قديمة علي كلنا يا حبايب يكتبون بالكومنتات ووقعتكم الموضوع وحل توقعون أنه يكون مشكلة صيرة بيناتهم الخبر الرابع اللي عدنا عن أصالة المالح فأصالة نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الاستوري اللي تطلبين من المتابعين أنه يسألوها أسئلة من مشكلة أنه كل الأسئلة كانت بالإنجليزي ولكن مو مشكلة يا حبايب لحستعرض لكم إياها وترجم لكم إياها فالسؤال أول شنو الشي تتمنى دائما ترد عليه أصالة أنه تكونوا مع عائلتها ودائما تكون سعيدة وما السؤال الثاني فهو شنو النصيحة اللي تعطيها اليوتيوبر يريد يبلش باليوتيوب فتقول بالنسبة إليك قناتي الثانية فهي بيها هوايا مشاكل ولازم أصلحها ولكن النصيحة أنه لما تكون عندك مشاكل عائلية أو مشاكل فلا تبدأ باليوتيوب إلى حد ما تصلحها ولازم تكون متحمس 100% والسؤال الثالث هل لح تورجينا ويجي الإبن أول ما يولد فترد عليه أصالة إن شاء الله بس يكون سلي 100% أكيد راح تباوعنا إياه وما راح تسوي 300 فيديو مثل غيرها لأن هذا الشيء يعتبر سيء ثم هنا أغلب المتابعين توقعوا أنه هي تقصد بكلامها شهد وسمن لأن خاصة أنه هناك مشكلة صغيرة بيناتهم وما كانوا يقومون أكثر من 10 مقاطع لولادة الجنين مادر صراحة اكتبونا بالكومنتات وقاعدكم هلما كانوا يقصدوهم أو لا الخبر الخامس اللي عدنا عن أحمد أبو الرب ورد على نارين بيوته ونورستار اللي أعلنوا عن نزول أغنيتهم بالأيام القادمة ولكن بالنسبة لأحمد أبو الرب هو كان مالي عن نزول أغنيتهم قبلهم كلهم أحمد نزع على حسابه لإنستجرام شوية ستوريات معصب بيها إنو ليش اليوتيوبر قلدوا لما يريد يسوي أغنيهم وهم سووا عليكم نحطكم الستوري يشوفوا يا خيالة منذائق يا أخي يا أخي لإني قررت أنزل أغنيه في شهر 12 كل اليوتيوبر صار من نزل في شهر 12 شو؟ روح نزل في شهر ثاني معكم وبس والله هنا وصلنا إلى هذه المقطات من المقطات عجيبكم تسحطون لك شاركوا بقناتي وإنكم في الزي مقاتل مملكة القصص وبس مع السلامة